نفى مصدر نيابي وجود أي تفاهمات جديدة بشأن تمرير القوانين الجدلية التي عليها خلافة سياسية خلال الأيام القليلة المقبلة المصدر بيّن أن الخلافات ما بين الكتل والأحزاب مستمرة بخصوص القوانين التي عليها جدل قانون العفو العام، قانون الأحوال الشخصية، قانون إعادة الأراضي وأضف أن الحوارات ما بين الكتل السياسية بشأن تلك القوانين الجدلية شبه متوقفة منذ أيام ورغم تمديد عمر الفصل التشريعي للبرلمان، لكنه لم يعقد أي جلسة له وهذا سبب عدم الاتفاق والتوافق على تلك القوانين التي ممكن أن يؤجل تمريرها إلى ما بعض العطلة التشريعية